كلمة موراء الليطاني غامضة سيدي لأن الليطاني في أماكن هو بعيد 30 كم عن الحدود قد يكون ما بعد الليطاني نافعا وفي أماكن أخرى الليطاني لا يبعد إلا 2 كم عن الحدود وهذا أمر لا يؤمن السلامة لمواطنين إسرائيل لذلك هذه الكلمة تحمل كثير من المعاني وتحمل كثير من الغموض إسرائيل بصدد عدم السماح لحزب الله باستعمال أي سلاح على المستوطنات كيف يكون ذلك سلما أم حربا السلم لا يأتي إلا قد يكون بانتصار حربي لذلك نحن بهذا الصدد ننتظر هذه العمليات لا يمكن على البارد إبعاد حزب الله عن الحدود حوالي 30 كم بمفاوضات سلمية لذلك أنا أعتقد كلمة الليطاني هي كلمة غامضة أما بالنسبة للنقاط التي على الحدود لا يمكنني كعسكري وأنا لبناني طبعا مهما صار منتين عناصر حزب الله أنا بزعل لأنه هذي عم بيموتوا لأسباب وهمية ما له عليها فيها في لبنان أنا بزعل عليهم اللي عم بيموتوا بس إنما أنا لأدل العدو على النقاط التي يمكن أن يدخل إليها هو يعرف ويعرف أين يجب أن يكون إذا أراد الدخول وأنا أتمنى أن لا يدخل شبر واحد على الأراضي اللبنانية ماذا تقرأ بهجمات الضحية كم أثرت بحزب الله وكيف تقرأ أيضا حديث هاقاري عندما يقول إنها كانت ضربة استباقية والمستهدفون كانوا يخططون لاجتياح الجليل وخلق أكتوبر ثانية هل كان فيها ثمتها مبالغة؟ أنا أعتقد أن هناك مبالغة لتبرير ما قام به عن كل عندما يتحارب جايشين حتى بالجيوش النظامية يبقى الهدف الأساسي لكل جيش هو ضرب منظومة القيادة والسيطرة للفريق الآخر طبعا عندما قرروا التصعيد وتوسيع الحرب كجيش إسرائيلي كان أكيد بمده يستهدف منظومة القيادة والسيطرة منظومة القيادة والسيطرة التي قضى عليها يوم السلساء في اليوم الأول لاستهداف الضحية وفي اليوم الثاني استهدف المجال الأمني للأحياء أو للبيئة الحاضنة لحزب الله وفي الأمس استهدف القيادة النخبة في حزب الله وهذه تدل على مدى اختراق العدو الإسرائيلي لقيادات حزب الله يعني هذه القيادة اجتمعت وقررت قبل ثلاث ساعات وبعدها رأينا قررت شفاهيا بالاتفاق وليس بالاتصال ونرى بعدها أنها استهدفت من قبل العدو الإسرائيلي هذا يعني أن الإسرائيلي موجود في الضحية في كثير من الزوايا وهو الذي يقول لإسرائيل يفيد إسرائيل عن هذه الاجتماعات وعن تحركات حزب الله لذلك هذا العمل يتجاوز العمل التقني كراديو كاتصالات هذا يتجاوز ووصل إلى القيادة إلى بين القيادين يعني لحتى يقدر يوصل الخبر بهذه السرعة لإسرائيل وتحضر عملية وتستعد في القادي معناته هذا ليس اتصال رادوي أو جيسوس بسيط على الأرض أو أي إنسان يعني يمكن يكون عميل إنما هون يكون بالحاضر لتبع حزب الله بالقيادة تبع حزب الله وأنه بالخطير جدا 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 على أي مستوى عسكري يكون فيه أي جيش فيه محاربة على الجفة لأي إن كان من الأعداء